يمكن أن نقيم هذه التراجعات بالنسبة للمؤشرات المصرية هل الأحداث الأمنية واستهداف الجيش برأيك والشرطة المصرية هي سبب بهذه التراجعات وكيف نفسر اليوم بدء عمليات البيع من قبل العرب أولا أعتقد أنه لا يوجد تأثير لعمليات الهجوم على الجيش أو نقطة الشرطة الخاصة به ولأن بداية الجلسة كانت صاعدة وبشكل قوي في العديد من الأسهم يمكن في النصف التالي من الجلسة بدأت عمليات البيع المكثفة بشكل شديد وخصوصا من قبل العرب طبعا نقدر نقول عليها عمليات جاني أرباح بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسهم التي دخلوا فيها مستثمرين الأسبوع الماضي ما ننسى أنهما الأسبوع الماضي كان عندهم صاف شراء واضح فبالتالي من الطبيعي جدا أنه يبقى عنده عمليات جاني أرباح خاصة أنه معظم المستثمرين العرب في السوق المصري من الأفراد أي الذين يضاربون أكثر مما يحتفظون بالأسهم لمدة طويلة فهذا السلوك معتاد من المستثمرين العرب في السوق المصري لكن أهم ما يمكن أن نلاحظه أن أحجام التداول أيضا تجاوزت المليار جنيه وصلت لمليار ومئة مليون جنيه تقريبا في سوق الأسهم وهنا الجلسة نقدر أنها شبيهة لحد كبير بجلسة الأحد الماضي كانت نفس المنظر برضو صعود في البداية ثم تراجع بسيط وكانت أحجام التداول وقتها كانت السبب الرئيسي كانت حوالي 600 مليون جنيه في ذلك اليوم يمكن اليوم أقل قليلا من جلسة الخميس التي كانت وصلت تقريبا لمليار و300 مليون جنيه هناك نقطة مهمة جدا السوق نلاحظ أنه في الجلسات الأخيرة أصبحت عملياته الهبوط فيها عمليات قصيرة جدا لأن عملية تدوير السيولة داخل السوق لا تتوقف بمعنى أن من يخرج من السهم ألف يغيره إلى السهم باء ومن في باء يدخل إلى ألف وهكذا وبالتالي نقدر نقول أن العنوان الرئيسي للإستثمار في البورصة في الوقت الحالي هو أن الأسهم أفضل من السيولة طيب يعني إذا تبعنا أيضا منذ الأسبوع الماضي وإحنا عم نشوف قطاع الاتصالات والأنشط أستاذ عيسى يمكن النشاط تخطى في المليار جنيه أراسكم للاتصالات والإعلام هي اللي عم تتصدر دائما قائمة النشاط كيف تنظر إلى هذا القطاع إلى أي مدى يعني فعلا سيستمر بنشاطه داخل السوق وهل سنرى يمكن تغير للمراكز خلال الفترة القادمة بين قطاع الاتصالات وقطاعات أخرى مثل قطاع التطوير العقاري يعني إحنا في الأسبوع الماضي زي ما تذكرتي أنه القطاع الاتصالات كان له الأولوية أو الرقم واحد في القطاعات كان بيليه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك برقم تفيف يعني هذا كان فوق المليار وأيضا القطاع الخدمات المالية كان فوق المليار أيضا ممكن النهاردة نقول برضو مقطاع الاتصالات برضو ما زال له حضور يعني أراسكم الاتصالات والإعلام هو السهم الأكثر تنفيذا اليوم بما يقارب 170 مليون جنيه في جلسة اليوم يعني ما يعادل تقريبا 16% من إجمال تدولات السوق طبيعي جدا أن تبقى عملية الكراسي الموسيقية بتدم ما بين القطاع العقاري والقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك دائما هؤلاء القطاعات الثلاثة هو من تدور بأي عملات الصدارة تدور فيما بينهم قرار البنك المركزي يوم الخميس الذي أصدر أستاذ عيسى بتوفير الدولار يعني 50% من متأخرات أموال الأجانب لدى صندوق الاستثمارات الأجنبية كان المتوقع يمكن أنه اليوم يتفعل السوق بشكل قوي مع هذا القرار لكن برأيك متى سنرى ردة الفعل ودخول السيولة إلى السوق بشكل أكبر بعد قرار المركزي وإحنا شوفنا النهارة الصبيع الأجار والنهارة كان عندهم صف شراء واضح يعني ما كانش عندهم تظاهر ما كانش عندهم صف بيع كان عندهم صف شراء هو الأقوى حتى من المصريين اليوم لكن الضغوط اللي كانت من الطرف الآخر العربي هي كانت اللي لعبت الدور الكبير في هذا لكن عادة يعني ممكن يبقى يوم الخبر فترة تفريخ وما بتبقاش في نفس الجالسة ممكن فترة تفريخ وتمتد لجلسات أخرى قادمة وأعتقد أن هذا الأمر هيبقى له تأثير إيجابي على وضع البورصة المصرية في مؤشر مورجانستاني لأن كان موضوع النقد الأجنبي أحد العوامل اللي بقدت بها تنبيه أو إنذار لماصر إنه لو ما تحلش هذا الأمر ممكن تستبعد ماصر من هذا المؤشر أعتقد أنه ممكن يعمل نوع من مراجعة لهذا التنبيه أو هذا الإنذار الحكم القضاء الذي صدر ببطلان بيع سيمو للورق عودة جميع الممتلكات أستاذ عيسى وأصول الشركة للدولة يمكن هذا يفتح مجال للسؤال أيضا حول الشركات الأخرى المفروعة لها قضايا بعدم خصخصتها النيل لحليج الأقطان هل سيكون مصيرها مثل مصير سيمو بعد هذه الأحكام أعتقد أن الحكومة يجب أن تكون سريعة في إجراءاتها كان تم الإعلان من عدة أيام على أنه هيبقى فيه تعديل تشريعي مش عارف صدر أو لا بأنه الطعن ما بين الأمور التي تخص الاستثمارات الخاصة هتبقى ما بين الحكومة والمستثمر نفسه وبالتالي المفروض أن هذا يقطع الطريق على أي دعاوة أخرى ترفع من خارج هذين الطرفين وأعتقد أنه إذا كان صدر هذا القانون أعتقد أن هذا القانون يعتبر كاشف عن العلاقة وليس منشئ لها لأن العلاقة موجودة بالفعل فأعتقد أنه مفروض ينسحب على مثل هذه القضايا ويطبق للمستثمر أو المرفوع ضد الدعوة القانون الأصلح أو الأفضل فأعتقد أن الحكومة لابد أن تسارع بأن تصدر لائحة التنفيذية أو القانون إذا ما كانت صدر لإقاف مثل هذه العمليات خاصة أن الحكومة في ظروف مالية صعبة جدا هيصب عليها عملية الاسترداد بما يمكن أن نقول أنه فيه استحالة في تنفيذ هذه الأحكام إذا لم تسدد الحكومة مستحقات هؤلاء المستثمرين خليني أسألك أخيرا عن التوقعات لجلسة يوم غد أستاذ عيسى هل سنرى استمرار للتراجعات بداية الجلسة ما هي المحفزات بكرة التي يترقبها السوق أنا أعتقد أن المحفزات الموجودة في السوق حاليا هي أسعار الأسوم نفسها كلما تهبط كلما تجذب إليها السيولة وشفنا خلال الفترات اللي فاتت أنه كلما انخفضت الأسعار بنجد أنها بتنخفض لمدة بسيطة جدا ثم بعد ذلك تعاود الصعود فطالما السيولة دائرة من السهم الآخر أعتقد أنه هيحصل استعدال الاتجاه وممكن نشوف بكرة في البداية قد يكون هناك بعض التراجع لكن بتصور أنه سيتلاشى روايدا على نهاية الجلسة أستاذ عيسى فتح العضو المنتدب لشركة القاهرة لتدول الأوراق المالية كنت معي شكرا جزيلا لك